الفقير فقير وطن لا فقير مال وهذه هي الحال في العراق بعد أن أصبح فقراء الوطن الذين تربعوا على عرش أغنياء المال والنفوذ ليسرق قوط المواطن ويدفعوا به نحو تجاوز غير مشروع تحقيقا لمآربهم وتعبئة للجيوب وهذا هو المواطن على أمره مغلوب يضطر لكسر القانون ليس تطاولا على الدولة إنما بحثا عن لقمة عيش وهنا يختلط الحابل بالنابل فيصبح أحمد الربيعي ابن الزعفرانية مهددا بعيشه مهدومة بسطته موضوعا على قائمة المتجاوزين لا خلط بين الأمور يعلنها رئيس الوزراء واصفا المتجاوزين بالحيتان لكنه فرق بين المتجاوز فقرا والمتجاوز نفوذا إحنا ما قلنا تجاوزات تنسشال قلنا تجاوزات اللي مستفادن منها حيتان الكبار أما طبقة الفقراء مثل حال آخرين نعم نحترف أن تجاوز من قبلكم بس إحنا ما نصل بهذه الظرف نرفع تجاوزات مالتكم ومنلقيكم بدائل وقد سمع صوت الربيعي فجيء به زائرا يشكل حالة أمام رئيس الحكومة ليفاجئ أحمد المعيل لتسعة أفراد أنه بساق واحد ربما ذهبت ساقه الأخرى تضحية وكثير هم المضحون لأجل العراق يعلنها الكاظم بلسان حال المواجهة للحيتان بصيدهم وإزالة تجاوزاتهم أما أحمد فقد حصل على حقه من راتب سنوي وإعالة لظروفه بعد أن ذهبت بسطته المتجاوزة بين تلك المتجاوزات من أصحاب النفوذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر